ازايكم عامليني يا ربكو انا بخير برج قلدلو هنتكلام النهاردة على اهم توقعات الاسبوع الاخير لشهر نوفمبر العام عشرين اتنين وعشرين اخيرا بنخرب برا طاقة المعاكسة اللي كانت مسببها لنا الشمس او تأثير الزهرة في الاسبوع ده تأثير الزهرة احنا خرجنا من المعاكسة بتاعته من الاسبوع التالت لكن الشمس عندك الاسبوع الرابع خلاص انت فواءان بالنسبة لك كده الشمس موجودة بالمنزل الحداشر وده هيكون بالنسبة لك منزل بيديك كتير من الطاقة بيديلك كتير من القوة بيديلك كتير من الاستقرار كمان عندك كتير صحبة حلوة تعاملات جيدة مع الاخرين عندك اشخاص هتوعف حبك اوي اوي ما شاء الله خلال الفترة دي علاقات صداقة يعني تتحول لشأن عاطفي او علاقات انتوا بعدتوا عنهم واتفقتوا على انكم تكونوا اصدقاء بل بالعكس الموضوع هيتقلب لحب اكتر واكتر طيب بالنسبة يا برج الدلوة ليه الايام الافضل والايام الغير افضل اللي ليه علاقة بالاسبوع ده فيه عندنا يومين مش هيكونوا الازة حاجة ويومين احلى حاجة طيب اليومين اللي هم مش الازة حاجة هو يوم 26 ويوم 27 الامر عندك هنا بالمنزل ال 12 هو برج الجاتيب وده معناه ان هيكون عندنا عداءات واشخاص كتير سلبيين وعندك كتير من الحساد والحقودين ما تعدش لان بالفعل يكون عندك اشخاص عايزين يقعوك في مشكلة يخسروك حاجة حاول على قد ما تقدر انك تبقى عارف ان اليومين دول انت ممكن تمروا بيه شأن سلبي فعليه ايه؟ علي اني انا متخسي خطوة جديدة وعليه اني انا متنرفسي مع حد وابتعد تماما عن الانتقاضية والجدل والصوت العالي والنقاشات الحد مع الاشخاص اللي حوالي واكون حذر جدا ان فيه اشخاص اعدل لي بالمرصاد يعني ايه؟ يعني يا خلي بالي من اي فعل انا ممكن اتخذه او اي كلمة انا ممكن اقولها لان فيه اشخاص مش هتسمي عليك بالعكس اعارف لو ايه ايمسكو لك السكينة بمعنى اصح فاخلي بالكم كتير طيب اذا ده اليومين اللي احنا هناخد بالنا منهم من الاعداء الاعدين مستنينا ونفس الوقت ما جذفش بحاجة جديدة ما دخلش في موضوع جديد ما عملش حاجة بالنسبالي ممكن انها تعطلني او تخسرني تمام؟ يعني لا بيع ولا شرع ولا عقود ولا اختم ولا اوراق ولا اتفاقات ولا الجو ده تماما اعمل ايه طب في اليومين دول اخليهم روتين كده يعني اقضيهم كأنهم اجواء او يوم روتيني طيب برج الدلو اليومين الحلوين طبعا اليومين اللي وراهم اللي هو يوم طبعا يا وعشرين ويوم تسعة وعشرين اليومين دول بتوعك جدا الامر هيكون موجودة عندك هيبقى الطاقة بالنسبالك مضعفة هيبقى عندك كتير طاقة انك انت تخلص وتحقق كتير من الانجازات ان انت هيبقى عندك طاقة حركة عندك طاقة سعي عندك طاقة ثقة بالنفس عندك كتير رغبة بالحياة الايجابية فإذا ده هيكون شأن كتير إيجابي ومميز لكم جدا كمان هيكون عندك الوقت مناسب قوي لبدء خطوات وليه لاتفاقات وإن إحنا نتخذ خطوات إن إحنا نقوم ببعض الإجراءات إن إحنا نعمل مشروع فإذا الوقت كتير مناسب الوقت كتير مناسب لتصليح كمان علاقات سواء بقى أين كانت علاقات إيه طيب إذن الوقت حلو كتير جدا الوقت بالنسبة لنا فيه أخبار سرة فيه عندنا دعم فيه عندنا طاقة عندك كتير من الأجواء اللطيفة فيومين هيكونوا حلوين كتير طيب إذن اتكلمنا على شكل الأيام طبعا فيه أيام تانية حلوة يعني بقى الأيام بالنسبة لك حلوة بس إحنا بنتكلم على الأفضل وعلى اللي مش أفضل تمام طيب بالنسبة يا برج الدلو لي الوضع المهني الوضع المهني هيكون عندنا فيه عروض جايلة من أحد الأصدقاء كإني كده حد من الأصحاب بيعرض عليك شغل جديد أو بيعرض عليك شراكة مهنية فيه حد جايب لك شغل جدا يعني وده هيبقى بالنسبة لك شأن كتير إيجابي النقطة التانية أن برج الدلو هيكون عندك كتير من النجاح المهني المتعلق بصحبة العمل العمل الجماعي بالنسبة لك هيكون بيساوي مكسب كبير هيكون عندنا أشخاص إذا إحنا عرضنا عليهم مساعدة لو أنتوا أصحاب مشاريع خاصة يعني لو عرضتوا أن انتوا تتساعدوا من قبل الأصدقاء هيساعدوكم جدا برج الدلو أنت عندكم حالة من الضنق في الإحساس اللي مخلي الوضع المهني كأنه معتم إلى انفراجات وإلى التحدي في النجاح يعني أنت بتتحدى كتير نفسك وبتتحدى المواقف الصعبة بأنك أنت تنجح وأنك أنت تصل إلى أهدافك بصورة كتير وبصورة السبات بمعنى أصحب فده بالنسبة لكم يا برج الدلو إذن عندنا أجواء هتكون كتير لطيفة عندنا كتير تحسن عندنا كتير هيكون فيه سبات فيه الشأن المهني الوضع كتير بيتحسن جدا الخلافات بتزول في الأمور المهنية أصدقاء داعين جدا عندك عروض مهنية عندك نجاح ليه علاقة بمشروع أنت بدأت ووقفت لأ هيكون فيه استكمال للمشاريع المستوقفة بالنسبة كمان ليه الأمور المهنية هيكون فيه شخص داعم جدا جدا لك ممكن يكون كمان الحبيب يعني مش أصدقاء العمل وبس لأ ممكن يكون الحبيب بالنسبة لك أو الأهلة طيب بالنسبة ليه الأمور المالية هيكون بالنسبة لنا أجواء ليه علاقة برضو بدعم مالي دعم مالي من الحبيب أو دعم مال من الأهلة ميراس بتحصلوا عليه لو حاجة متعلقة بشأن قانوني أو قضائي بتحصلوا عليها بالنسبة لكم كمان هيكون عندكم أصرفات متعلقة بيه لبس بالمظهر بديكوربيت بالجو الليه علاقة بيه المظاهر جدا طيب إذن في مصاريف طلعة في مال قادم بالنسبة كمان للتعاملات المالية إن برج الدلو هيكون عندك أشخاص بيهدوك يعني فيه هدية أنت بتعرض عليك جدا ده بالنسبة للأمور المالية أما من حيث الوضع العاطفي زي ما قلت لكم إن إحنا عندنا علاقات صداقة تتحول لشأن عاطفي فيه كثير من إن فيه تحول من خطوبة كمان لزواج من اتفاق لخطوبة من زواج لموليد ده فإذن هيكون الوضع العاطفي بالنسبة لنا فيه مرحلة انتقالية هتكون جيدة جدا جدا فالوضع بالنسبة لنا كمان العاطفي أنتوا هيكون عندكم كثير إنوا قادرين تجذبوا الحبيب قوي بالنسبة لكم كثير أنتوا مهتمين بشكلكم ومهتمين بمظهركم جدا عندكم كمان طاقة جذب حلوة يعني واهتمام بالنفس حلو وكثير شياكة حلوة وكثير اهتمام باللبس والستايل والمظهر فكل ده هيكون بيزيد من قرب الحبيب لكم جدا بالنسبة ليه زي ما أقول لكم فيه انتقالة عاطفية من اتفاق لخطوبة من خطوبة لزواج من زواج لموليد وده كتير برضو خطوة هتدعمنا يعني ده هيساوي دعم عاطفي الحبيبة هيكون بهديك به هدايا هدايا بالنسبة لك هتحبها جدا هتسمع كلام حلو جدا من الحبيب وانتو نفسكم هتكونوا بتعرفوا تقولوا كلام حلو للحبيب في حالة من الدعم كمان هتكونوا اكتر حاجة موجودة ان انتو بتفتكروا حاجات كويسة او حلوة ليها علاقة بالماضي العاطفي يعني عارف لو ايه فاكر لما كنا رحنا فين فاكر لما جبتلي ايه فاكر عندني لدي ايه عارفين الجو ده فلو نقعد حلقة الزكريات هتكون موجودة ده بيطيب خطرك وبيخليك ان انت يبقى عندك كده حلة جاذبية للحبيب ولما بتتكلم فيك انكم بتعيدوا ذكرياتكم اكتر فده هيكون موجود جدا عارف ممكن تكونوا هتتفرجوا على شريط فرحكم شريط ده زمان احنا دلوقتي سيدشي حاج المهم يعني تعرفوا انا متفرجتش على فرحي لحد النهاردة يعني انا اتفرجت على مقاطع اقسم بالله مقاطع لكن اني اقعد اتفرج على السيدهاية كلها كده لا لا عشان كنت مش انا مش انا كانت حلوة اول لو كان يوم حلوة ولزيز وجميل بس انا كنت نفنوها اوه قوي المهم انا مش هحكي يا سبحانه المهم يعني برجل دلوق فيكون عندكم الذكريات زمان بتتقلب في دماغكم طيب النقطة التانية ان هيكون عندك كمان ترابط عائلي عاطفي يعني لو كان في خلافات عائلية عاطفية فيكون في تصالحات عائلية عاطفية هيكون بالنسبة لك كمان في يعني يوم تجمع كده كأن انتو بتتجمعوا مع بعض في خروج كأنكم بتتفسحوا الاهل مع الحبيب جدا فانتو بتحسوا كتير بيه الاجواء الدعمة او الدعم والنفسية الحلوة فده هيكون شعور بالنسبة لكم قد ايه بتحسوه لطيف جدا برجل دلو هيكون الوضع العائلي فيه تجمعات ولقاءات فيه عندك حضور مناسبات فيه عندك كتير حد بياخد برأيك من الاهلاء رأيك مهم جدا لاطراف عائلية ده بالنسبة لبرجل دلو توقعات الاسبوع الاخير شايفان هو اسبوع جايد جدا باستثناء يوم ست عشر و سوى عشرين فيه التحذيرات اللي اتكلمنا على اليومين دول فيهم ايه اتمنى ان انا اكون في التوقن ما تنسوش لايك واشراك في قناة تفعيل الجرس سلام